بصي بقية ستة لكل فيديو النهاردة مش للعصعصة والكلبازة يعني مش هنفصل بينهم اللي اتنين ينفعوا لأي حد عايز اللي بيحب اكلة صحي او اللي بيحب يكلبس حلوين ويسرع جدا اول حاجة هنعمل سندويتش التورتية اللي كان واخد تريند كده على تيك توك بس انا هعمله برؤى اقتري ممكن بعيش ابيض عيش اصمر برؤى اقتري عيش تورتية اللي موجود عندك يعمليه متخليش حد يدايك ولا حد يزعلك هنعمل السندويتش انا هنعمله حطيت تونة وصفتها من الزيت عشان بس ايه ما يبلش السندويتش وحطيت فلفل رومي وجبنا كريمي وشرايح بصل وشرايح من الزيتون لو في بقى شرايح بصل اخضر يا خبر ابيض والجبنا كريمي دي لو مايونيز يا نهار ابيض فظيعة وحنقفل بقى السندويتش كده زي الكريب كده ونروح للجريل بتاعنا اللذيذ ده او اي طصة تفال او حاجة دايك ما عندكش جريل يبقى طصة تفال ومسحة زبدة كده وحمري بقى السندويتش كده عشان يقرمش ويبقى حلو وقول يا عم احلى سندويتش طعمه جميل جدا جدا ينفع بقى لو حد راجع من الجيم راجع من التمرين اي اطفال عايز اتاكل حاجة سريعة حلو قوي قوي كوباية الشاي وحبسي بقى وما حدش هيبقى ديك نروح بقى للصنف التاني وده برضو حلو الاطفال الكبار بيحبوه وصحي ومفيد هنجيب بطاة صايا وننزل عليها بمعلاقة من زيت الزتون او زيت العادي راشة ملح راشة فلفل اسود لفيها في ورق زبدة ما عندكش ورق زبدة اي ورق كراسة رسمة عندك ما كنتش بتستخدميها بس المهم يكون سادة ولفيها وبعدين لفيها في فويل دخليها الفرن على درجة حرارة 200 وسيبعت تشوي حطيت فلفل متقطع صغير طماط متقطع صغير زيتون درة حلوة والخلطة تقدري تزودي عليها اللي انت حباها ممكن تزودي عليها بسطرمة تزودي عليها ببروني كطع لانشون كطع توركي اي بروتين بتحبيه ممكن تحطيه ما بتحبيش حطيه خضار بس زي ما عملت بعد بقى من البطاطس استويت واكنك كده بتشوي البطاطس تستوي خالص لازم البطاطس تستوي وتطرق خالص خالص هتفرغيها كده بالشوكة زي ما انت شايفة انا حطيت قطعة من الجبنة الموزرلة ومعلقة من الجبنة الكريمي جبنة الكريمي دي انا بحبها جدا وبدخلها في حاجات حلوة كتير وحلوة وحادق يعني بتدي طعم حلوة قوي لو عندك قشطة هتبقى حلوة وهتدي طعم جميل جدا برضو اللي بيهم كده مع بعض كده كده البطاطس بتبقى سخنة جدا فكله حيدوب في بعضه حيدي طعم روعة بعد كده بقى بعد ما قلبناها كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين بس حاولت تحافظي على غلاف البطاطسية علشان يبقى شكلها حلوة حطي بقى الخضار اللي انت عملتي ده ما قدرش اقول لكم قد ايه البطاطس دي حلوة وجميلة والجميل بقى ان الاطفال والكبار بيحبوها وصحية لالينة ولا زيت ولا اي حاجة راشد بقى كاتشاب مع راشد المايونيز ما قدرش اقول لكم حلوة ديه يلا جربوا وقولوا ليه اشتركوا في القناة